أهلاً وسهلاً بكل تلميذات والتلاميذ وأولياء الأمور إذن في إطالة السادات لفروض المرحلة الثانية أو الفرض الثاني للدورة الأولى للمستوى الخامس ابتدائي هنشوفوا نموذج للفرض الثاني للدورة الأولى لمادة الفرنسية للمستوى الخامس ابتدائي إذن بالنسبة لنموذج على شكل بدأف هتلقوا في الوصف إذن نخدموا في هذه الاربارتية نخدموا على الكتير يعني هتشوفوا كيفاش يعني إنقدروا نجوبوا على الأسئلة ديالنص عندكم يعني لحسب المنهاج الجديد ديال فرنسية لسبدال ديال مستوى الخامس عندكم في الوحدة الثانية لدورة الأولى لدورة الأولى حقوقوا واجبات الطفل وهالتكس عشوفوا أنه كيضر على لدورة الأولى لدورة الأولى إذن أول حاجة كنت تبقى قراءة نص قراءة جيدة وكن حاول نصطرع للكلمات المهمة مشي بتدروا نص كامل باش نقدر نجوب يعني رك أجوبة ديال الأسئلة كيكونوا كاملين في الناس إذنожалуй لدورة الأولى de ses responsables légaux père, mère, tuteur l'enfant doit obéir à ses parents les parents ont l'obligation de protéger et d'éduquer leur enfant إذن هنا لش كيهدار؟ كيهدار للمينار وما شناو المينار وما كيكونو قل من سمانتار سانا يعني كيهدرو للأطفال إذن كيوصال سمانتار سانا كيولي باليخ وكيولي فسيل قلوني المينار وما اللي كيكون عندهم أقل من سمانتار سانا يعني أطفال, دي زنفان إذن هاد لزنفو اللي عندهم أقل من سمانتار سانا كيتتابره يعني كيتتابر طفل إذن اندوه يعني ف إذن الحقوق دياله كنا هاد لعلى الحقوق الطفل على المينار إذن لانفان إذن هاد طفل اللي عنده أقل من سمانتار سانا هو تحت يعني الوصاية ديال الوالدين دياله ديال أبل الأم وكذلك تيتر اللي كيكون ولي الأمر إذن لانفان يعني لدوفر الواجب دياله أنه يطاع الوالدين دياله إذن لانفان دوى obéir à ses parents إذن لانفان دياله إذن لانفان دوى obéir à ses parents وكذلك أنه يعلمه هنا كيهدر على أجوز حقوق اللي هي la protection الحماية والإدوكاسيون اللي هي التعليم إذن هنا شوفنا دروة لأنه وشنا هو لانفان دوى obéir à ses parents يعني خصويته والدي هذا الواجب دياله أما الحق دياله خصو الحماية وخصو التعليم إذن هذا بالنسبة للنص إذن ديما نحاول نستطر للكلمات المهمة إذن لانفان دوى obéir à ses parents l'obligation يعني هنا كنهدر على إذن الحقوق دياله لإدوكاسيون اللي هي دروة protéger إذن لانفان إذن عندنا موان دو 18 ans عشنو كي تسمى كي تسمى مينار ترابيا إذن دبع نتقلو سؤال أول قال لك كالي لتتر دياله غير نشرح لكم جنوقات مهمة لتتر كي كون قبل ما يبدأ لتكس أوكي وكي كون يعني بطريقة مختلفة إما مكتوب بكرة شنية كي سابة مضغوطة أو لمسطر إليه أو لكي تكون لتاي دياله كبار من اللي تكس هذا بالنسبة لتتخ العنوان دياله هادو أسئلة كي تطرحو ديما بالنسبة دويل تيغي لأسو تكس إما كيقول لك تيغي لأسو تكس يعني من تخد أو لمصدر كيعتك سؤال أخر كالي لأسوخص دو تكس شنية لأسوخص والمصدر ديال هاد النص ديما سهلة أوكي كي تكسل النص وكيكون لأسوخص المصدر تحت يعني في اللخل يعني تحت من النص وكيكون عالجانب عالليمين ديال النص يعني كيكون في الطرف الآخر إذا كتكسب العنوان كتكتبو كما هو يعني تيغي أو لأسوخص كتكتبو كما هو إذا نبدأ كالي لتتخ دو سو تكس إذا العنوان ديالنص هو هادا جسوي آميناء أوكي إذا عن شي نكسب أوكي نعمل لتتخ غير بطريقة سهلة لتتخ أوكي ونعمل لتتخ ونكتب العنوان كما هو نكتب جسوي كوا جسوي آميناء جسوي كوا آميناء جسوي آميناء ترابيان نقطة ترابيان ديالنص ديالنص هنا دو يعني إتيغي سو تكس يعني من تخد هاد النص وهذا أرتيكل إذا هنا أرتيكل أوكي 3711 1 دو كود سيفيل إذا نعنقلو سو تكس أو لنكتب نكتب مباشرة للمصدر ما عارش نجاوب إذا نخل سو تكس إتيغي إتيغي دو إذا المنين ونكتب هاداك المصدر أرتيكل نكتبو كما هو أرتيكل 300 نكتب المصدر كامل 371 يعني 371 1 دو كود سيفيل دو كود سيفيل كنكتبو كما هو إذا نتعقلو سوأل موالي سوأل موالي أشنو فه دو كوا پار ستكس إنا شكي دان سنستنع دو أبير هدو شنعم لد دو واجبات پروتكش إدوكي وتج إدوكي سو سو لد روح رو تفل إذا أل هنكتبو لدتكست يعني لش كيهدار هات السؤال هده كيجي يعني مكيقو لك دو كوا ببار سو تكست عالش كيهدار إدان هنشو مع أصلا عندكم في الوحدة لدرو ودو ودو واجبات الطفل إذا هنكتبو لدتكست بار دو كوا بار دو ودو 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 دو ودو كوم سا دو ودو 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 دو ودو 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 مكتبو سو ودو تقلو سوء الموالي إذن مكيقو لك هنه ياء مينر إي إذن هنه نخطرو جاوبي كون لك كوش avec ايكس لاب غير تو يدن عمیس في جاوبي صحيح إذن قل لك المنور هو 1 oso de 18 أقل 18 سنة 1 oso 18 18 سنة إذن بالنسبة للنص استريت عليها toute 2 oso 18 سنة كم أنفو يعني كل 1 عند أقل 18 سنة يعتبر طفل إذن عند minim 18 صحيح هنعمل فيه إكس مفهوم؟ إذن عانشو ده بالسؤال الموالي إذن قل لك ريبان بار فري أو فو هاد فري صحيح فو خطأ وحاولوا تشوفوا كيفاش كتكسب باش ما تخطوش يعني في الكتابة ديالها لأني أنا كنلاحظ أنا تلامد يعني يعني كيشوف فري أو فو كيشوفه قدامه وما كيجي يكسبه كيكسبه خطأ ردوا لبال كيفاش كتكسب فري أو فو أوكي فري أو فو لنفن دوا أبير أسي باران إذن قل لك فري أو فو لنفن دوا أبير أسي باران يعني كي تعتبر طفل إذن نقريس لكم دابا هذا الجواب فري إذن عمشو سؤال أو جملة الموالية لنفن دوا أبير أسي باران إذن ركينا في النص هيا لنفن دوا أبير أسي باران كما هي فلنص يعني صحيحة يعني دوا مكتوبة فلنص يعني مالذي دفع هناك خطأ يوجد الدفع على حقوق الطفل دهوارة دعوة التجنيع ومجد الأدب يدعى الطفل والدي ومجد الأبد لن نتكسب الأدب لذلك دعوة كي ننجوش عالش قلبس هادو هنا كي الخطأ إذن عنشي هنا هي بنسبة هنا هي لوبو لوبايسسنس لوبايسسنس أنه يطاع والدي أو يطاعة الوالدين إذن لوبايسسنس بنسبة للدفو خصو لبروتكسيون الحماية إذن بروتيجي وكي هنا حاجة أخرى اللي هي الإدكاسيون اللي هو التعليم يعني الطفل عنده الحق أنه يتعلم يعني يمشي المدرسة يعني ألو دواء دالي إذن عندنا لدروع عقلي لدروع دالي يعني هادا الحقوق ديالو أنهو لابروتكشن لأدكاسيون وبنسبة للدفوار وواجب ديالو تيجاه لوالدين ديالو هي لوبايسسنس غير هنا هادية دفوار لحيط إذن وهنا يأ لدروع دالي لحيط إذن لأدكاسيون وكي حدية حقوق دروع وهادية دفوار واجب إذن الدفوار كي نواحد فنصلي هو الوبايسسنس إطاعة الوالدين والدغوة الحقوق ينجوش في النص اللي هما إذن نتمنى نكون في تكم إذن بهاتي صحيح شكرا وإلى اللقاء